اهلا بكم في فيديو جديد من سسلة فيديوهات تعليم الدمينج معكم المهندس ابراهيم البدوي واحنا كنا تكلمنا في الفيديوهات اللي فات عن اه الانظمة التلاتة في الانالوج سيستم كنا قلنا ان الدمينج بينقسم الى انالوج وديجيتل اوكي في الانالوج قلنا عندنا تلات انظمة اللي هو الفيس ديمينج ده اللي هو بيلعب في اه بيغير في السابلاي فولتج بتاعنا وبعد كده اتكلمنا عن وقلنا ان هو ما بغيرش في السابلاي فولتج لكن بيقطع فموجة الجهد اللي هي دخلالك وتكلمنا عن انواعه وبعد كده اتكلمنا عن وان تو تين ديمينج سيستم واتكلمنا عن طرق التوصيل لانهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها التاتش باد بتاعتنا اه يعني هتكلم عن طريقة التوصيل ودي طريقة التوصيل من ضمن طرق التوصيل اللي بتستخدم في الانظمة في الانالوج وفي الديجيتل لكن عايزين نعرف التاتش باد بتتوصل ازاي في عنظمة الدجتل اه في عنظمة الانالوج اسف اه 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 في المنظومة دي بيقولك ان الترانس بتاعك يعني حاجة من اثنين اما ان انت يكون عندك الترانس بيكون جواه الدريبر زائد الترانس بتاعك يعني بيكون جواه الدمينج كنترول زائد الترانس نفسه وبعد زائد اللمبة بتاعتك تمام ده كده ايه اه رقم واحد او انك بتجيب الدريبر وبتحطه قبل الترانس وبتحط معاه اللمبة يبقى ممكن انه يكون الدريبر بيلت ان جواه الترانس يعني انت بتشتري لمبة كده اللمبة دي اسمها ديمابول اه بتشتغل مثلا وان تو تين فولت ديمينج سيستم ومش محتاجة اي حاجة غير انك توصلها على البادة هي جواها كل حاجة فاللي احنا شايفونه قدامنا ده ده اه مجموعة الليد مديول يعني ده ده الليد وده الترانس وجواه الدريبر بتاعك وديه التوتشبات بتاعتنا يعني ده كده ده التوتشبات بتاعتنا فهنا بيعرفك ازاي ده بتتوصل فده خط الليم بتاعك اللي هو خط الكهرباء اهو متوصل على كل لمبة اهو ده كده متوصل يبقى انا كده انا مغازي اللمبة الدرايفر بتاع اللمبة الدرايفر او ترانس بعد كده ده النيوترال برضو متوصل على كل لمبة اهو تمام بعد كده ده الجزء بتاع الكنترول في كمان خلينا نقول ايه في الارضي بتاعنا كمان يبقى احنا كده ايه التوصلة بتاعتنا تمام بعد كده الدرايفر بتاع للمبة هو اللي هو برازيتة بتتكون من نقطتين حسن نضايب لك هنا الكيبادة اخذ لها خط من الليم بتاعنااللي هو خط التقزية اللي هو فيه الكهرباء بتاعتك ثم موصله على بوش بوتون ثم موصل طرف لكل درايفر ثم موصل النيوترال يعني هو واخد النيوترال ككومون النيوترال عندنا كومون يعني هو ممكن أساسا فاشا لا يجب أن يحصل الناس فهم يوجد وصلة واحدة او مندور او من نظام بوش بفصل بوصل الطرف بعد دراية نظام الفيزنج اكبر بيجب ان تلك كيفية الناس لانفاء بيجب ان تقعد تلفها فعلشان تغير لك من زيرو اللي هو من مفيش إنارة خالص لحد شدة الإنارة الكاملة اللي هي لحد مية في المية ده بيلف من زاوية زيرو لحد زاوية تلتمية وستين أتمنى للناس تكون فهم أنا بقول إيه قلت إن ده كده دي البقرة اللي هي بتلف وتبدأ من عند زيرو وتنتهي لحد تلتمية وستين درج ده شكل ده الفلاكس بتاعنا ده اليومنس فلاكس بتاعنا شدة الإنارة بتبدأ من زيرو لحد أنا هنا عكس أوكي أنا ممكن أنا أخليها لحد مية في المية وده البقرة بتاعتنا اللي هي بتلف بتبدأ من زاوية زيرو لحد تلتمية وستين يعني ما بيلف البقرة للآخر بيبه هو وصل للتلتمية وستين اللي هي بتديني فلاكس مية في المية تمام؟ طيب قال لك لو أنت ممكن بقى الكلام ده كله يكون موجود في الترانس نفسه وانت ما عندك شبك بقرة لكن انت عندك البوش كوتون بتاعك لما تضغط بيبه ده بقى متبرمج ازاي ان انت كليك كاية كليك يخليه اون وكليك مرة تانية يخليه اوف يبقى لو هو اوف وانت عملت كليك حيجي اقلبها لك للاستيت التانية لو هو كان اون يبقى اوف ولو هو كان اوف يبقى اون طيب قال لك وي من زيرو لحد مية لو انت عايز نقطة من النقطة الضول بتضغط على تبريس بتضغط على البوش بوتون وتسيبه فترة زمنية بيعد الشدة اللي النارة تزيد 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 لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه ترفع ايدك يبقى هو ده مستوى النارة اللي انت شغال عليه يبقى ازا البوش بوتون بيشتغل على تلاتة مود او نقدر قولي اتنين مود فيه المود اللي هو بتاع الكليك كليك اون اوف ياما ان هو كان اون يخليه اوف و يخليه اون ياما انك تاب او متزي firefighters اللي هو بتضغط لفترة زمنية علشان يغير لك شدة النارة بتاعتك نفسا اللي انا اولته ده ده ممطبق برضه على Granny for the last house ومنطبق على الزيرو توتين يبقى البوش بوتون ده فيه الكليك الكليك اللي هو اون وفي البرسنج لمدة طايم معين وده اللي بيعملك ريجيوليشن لللايتينج للإنارة بتاعتك يبقى اذا بالشكل ده انا اتحكم تفد ريفرات عن طريق بوش بوتون طيب الطريقة دي اللي انا شايفها طبعا التواصيل هنا مش تواصيل التواصيل هنا يعتبر توازي لان انا مش موصل سيرز كنا قلنا قبل كده ان التواصيل سيرز كنت انا بقطع اللينيا دي واركب عليها جهاز الديمينج بتاعي في كل الانظمة هنا هي بقى عمل ايه هو ده الدرايفر اساسا بيدخل عليه اللينيا هي بتدخل على الدرايفر وبعدين دخل عليها توالي وبعدين بتطلع على الترانس لكن انا اخدت التوالي من هنا ونقلتها جوه الترانس اخدت التوالي من هنا ونقلتها جوه الترانس بتاعي الطريقة دي يوني ديريكشنال بمعنى ان انا بعطي اشارة والاشارة بتكون في اتجاه واحد فقط نو فيدباك مفيش حاجة اسمها فيدباك بترجع لي مرة تانية للوحة بتاعتي كمان نو والسوفتوير ما اقدرش ان انا قصدت بسوفتوير واتحكي فيها على طريق موبايل او ما شابه كذلك موضوع الجروبينج بتاعي لو انا عايز اعمل جروبينج يعني لو انا عايز اتحكم في المجموعة من اللي ده بوصل بوصل بوش بوتن واحد ده بيكون عن طريق التوصيلات السلكية بتاعت بعمل التوصيلات السلكية بتاعت دي المجموعة وبودها البوش بوتن واحد بعمل توصيلات لمجموعة تانية ووصلها البوش بوتن رقم اتنين يبقى اذا هي نط ادريسابول يعني هي كونبينشنال وكونبينشنال يعني الجروبينج بيكون عن طريق الوايرينج بتاعي تمام المنظومة دي طبعا ما تقدرش انك تربطها للبي ام اس ما تعرفش انك تربطها على البي ام اس اه كذلك زي ما احنا شايفين هي مجرد ان هي بتوصل او بتفتح فالمفروض ان هو بيشلك عدد لا نهائي من الترانسات وبيمشي لك مسافة برضه طويلة جدا بس الكلام ده نظري لكن في الحياة العملية اكتر من خمسة وعشرين متر بتبتدي انك تحس ان الترانسات كلها ما بتمشيش بشكل سينكرونس بشكل متزامن ممكن بقى واحدة تفلت واحدة تزيد عن التانية واحدة ما تستجبش ده بعده طول المسافة تمام اه بيفضل انها تستخدم في الغرف المغلقة يعني في الغرف الصغيرة يعني ما بتستخدمش في الصلاة الكبيرة لا بتستخدم في المكاتب وتستخدم في الميتنج رومز تقريبا دي معظم ايه بتاعتها تمام يباحنا النهاردة تكلمنا ايه عن ايه تكلمنا عن التوتش باد وازاي بنستخدمها في الانالوج سيستم وزي ان احنا نقلنا الواحدة التوالي بقت جوه الترانس يعني ان نظام التوالي ده جوه الترانس واستخدمنا بوش بوتن ان احنا نتحكم في مجموعة الدرايفرز بتاعتنا اللي هي اتنقلت جنب الليدات بتاعتنا تمام اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو شكرا وشوفكم في فيديو جديد